قبل برضو ما نخش في الإداريات كالوس كيروش اختار قائمة للمنتخب مصر أمس كالعادة أي قائمة للمنتخب مصر يبقى عليها انتقادات لا عليها تحفوزات كل الناس عايزة كل العيب يحبوا عايزوا يبقى موجود في المنتخب أو شايفوا قد بشكل جيد قائمة المنتخب بشكل عام وكيروش بشكل عام شايفوا تجربته مع المنتخب مصر حتى الآن بص اسم كبير جدا يعني من قبل ما يجي هو سي بي طبعا قوي جدا كان مع يعني آليكس بيركسن فترة كبيرة جدا مانشستر رونيتد درب ريال مدريد لا يعني منتخب برتغال الراجل عارف تعمل مع نجوم يعني كان مدرب لمنتخب برتغال وفيه طبعا نجوم كتير جدا الراجل بيشتغل جامع جدا أنا بسأل عليه حتى كمان داخليا عشان أعرف طريق شغل عن نجوم تفرق كل المتشاط بيعمل أناليسز وتحليل لكل التدريب يا كريم وده صعب جدا حاجات فردية إنديفيدول للعيبة بيتابع كل المحترفين هو مجيه عنده استراتيجي أو فكر معين إيه هو إنه هو بيعتمد على لعيب الجهاز هو أول ما جيه اعتمد على لعيب المحترفين وقده النتيجة اللي هو مرجوة منه بما فيهم كمان يمكن إحنا أول مرة نشوف أسامي كانت جديدة في المحترفين صح فأنت عمر مرموش مثلا طبعا عمر رأى عمر لعيب لعيب كويس جدا ومن دجلة هو كويس صح بس أنا يعني إنك تجيبه وتلعبه أساسي ويجيب هدف ويبقى بالشكل ده دي حاجة تحسب له صح فهو بيعتمد على حاجات كتيرة جدا فاعتمد على لعيب الجهاز وقالك أنا مش هعتمد على الدول المصري إنه هو سيعتقد كان متوقف حقق نتيجة المرجوة منه دلوقتي بيبص على كل الدول المصري قدر إنه هو يختار يعني يمكن أحمد عسين واحد أحمد عسين ده محدش مدافع البنك العسين محدش شافه طبعا صح 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 مختار أحمد عسين أنا ببص على القائمة أنا قلت الرجل ده مدرب كويس أوي أوي إن أحمد عسين فعلا منور لو حد عينه حلوة بيتفرج على الموطشات صح لأ فأنت بتديله فرصة من الوقت ما كان في مصري المقص ساكت بالعين مميز جدا من المقصة كويس بس السنة دي إنت موطشين عدو يا كريم إنت شايفه كويس صح والحاجة إنه هو أنا لو أنت جبت أي لعيب تاريخ أي لعيب هتلاقي بدأ من نادي صغير مش مفيش حد على طول بيطلع مرة واحدة فأنا مجي اختار لعيب وأنا عارف إنه ده زي محمد شوق ما كان في بورفو إيد أو في نادي المصري ثم ف جده مع كامل الحتوان طبعا للتحاد تحاد فريق كبير بس جده لما جيه في كاس الأمم الأفريقية تقلق وبقى أهدف كاس الأمم الأفريقية أنا بدأت من نادي الصيد حازم إمام من نادي الصيد يمكن هتلاقي ميدو راح طبارات في الناشئين لأهل حسام غيري من كفر الشيخ يعني عندك أمثلة كتيرة جدا محمد صلاح صح بص كان فين ودلوقتي فين ما شاء الله صح فراجل بيفكر راجل بيشتغل عنده وجهة نظر بيختار بصرف النظر عن العيبة يمكن استبعد أفشا ومحمد شريف كلنا كنا مستغربين جدا نحو قلنا ياخد احتياطي على العيبة احتياطي لما يستاهلوا لكن في الآخر حق نتيجة دلوقتي بيستبعد زيزو طريق حمد وعنده وجهة نظر كلنا في ظهر منتخب مصر عشان نحق نتيجة في الآخر دي بعض الناس وهم كله بصراحة مش كتير يقول لك عشان يستبعد المعارسكة اللي فات محمد مجدي أفشا ومحمد شريف فبيعاوض النحة التانية باستبعد طريق حمد وزيزو أيوة الدحكة ديك فاقي لا الكلام دا طبعا مفيش أجانب الكلام دا خالص يعني بيعمل بالانس يعني بيعمل بالانس ألاك استبعد نجمل من هنا فاستبعد نجمل من هنا مفيش الكلام دا خالص هو بص كريمة هو عنده تفكير بيبقى شايف المنتخبات اللي هلعبها طريقة اللاعب حالة اللعيب وده بين في الاختيارات الأولى فكل ده بيحسابها وفي الآخر احنا بنحاسبه على النتيجة ليه في حالة اقتناع وحالة رضا عند الجماهيد بالمدرب أغير من هنا كيفية trigger مباراة مكانش الأداء فيها العظم حاجة أول مبراره الكيروش مباراة كتلمة قدام لديها في المباراة التانية اقتناع بديل مبكر كيف يعني مبسوطين منه عكس الكابتن حسام البدري لسه كنت أقولك علشان الكابتن الحسام البدري علشان الكابتن حسام أه سبب من الأسباب أεια سبب من الأسباب أنت كان في حالة من يعني مش أقولك الغلايان بس حالة من الزعل من الأداء ومن حتى التصريحات يعني كابتر حسام اسم كبير جدا ولكن كان فيه خلاص وصل الجماهير أو الشعب المصري مش عاوز أكبر مضاء أوي بس الجماهير والكورة المصرية وصلوا من مرحلة هم عاوزين تغيير ففي نفس الوقت انت مليك تعمل تغيير أي حد هيجي هتبقى عمله مساندة فانت عملت مساندة الرجل المجيء عمل باصمة عمر مرموش فنس توسمت ثم بتلعب منتخب ليبيا في ليبيا كانت ظروف صعبة جدا منتخب مصر مسكورة بيلعب بطريقة طرمة بيقربوا من بعض الخطوط ثم نتيجة كبيرة فلا انت عاوز يبقى المردود لازم يبقى إيجابي جدا خصوصا أنه هما شايفين أن الرجل متوجد في كل مباراة الدوري فده كله من كمية الزعل أو الرغبة في التغيير من جانب الجماهير فلازم في الآخر تلاقي ناحية إيجابية سلبية لازم ترد إيجابية جدا